مجلس التنمية الاقتصادية مجلس الوزير الاول لولاية كيرلا الهندية بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين اقام مجلس التنمية الاقتصادي منتداء البحرين كيرلا للاعمال الذي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين وصلت الضوء على ما تتميز به البحرين من بيئة اعمال منفتحة وبنية تحتية قوية ومنظومة تشريعية متطورة ولاية كيرلا هي من الولايات التي فيها نمو اقتصادي مضطرد في الهند وتشهد اعلى المعدلات في النمو دخل الفرد وفي التحصيل التعليمي ونعتقد انها تكون نقطة مناسبة لانطلاقة الاستثمارات البحرينية في جمهورية الهند في نفس الوقت عرضنا عليهم الفرص التي تقدمها البحرين والتسهيلات التي قامت بها الحكومة مؤخرا من اجل استقطاب الاستثمارات وتشجيع عجلة الاقتصاد الخاص في مملكة البحرين ورحبوا بهذا الشيء وان شاء الله نتطلع على مشاريع مشتركة بين البلدين وبين القطاع الخاص في البلدين اهمية منتريات مثل هذه هو طبعا اول شيء اهمية الزائر وولاية كيرلا مهمة بالنسبة حق العلاقات البحرينية ومن بين الهند المتوقع طبعا الخروج هو يعني التعارف وايضا اذا احنا قدرنا نشوف الفرص الاستثمارية اللي ممكن يعني نبحثها يتخيل لي نحتاج الى زيارة اضافية الى الهند والى كيرلا بس يتخيل لي هذه تكون بداية ان نشوف الصفقات اللي ممكن يعني نبحث من خلال هالمؤتمر منتدا يمثل قمة في المجال التجاري حضره عدد من كبار المسؤولين في المملكة وممثل قطاعات الاعمال البحرينية والهندية وبحث السبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وايقامة المشروعات المشتركة الاقتصاد هو رمز التقدم القيادة عندنا جزاعة الله خير يحاولون يركزون على موضوع الاقتصاد تشجيع الاقتصاد تشجيع الاستثبريد من الخارج اهمية المنتدى المشتركة للأعمال بين كيرلا والبحرين ترتكز على علاقات طفية تضرب جذورها في الحضارة بين حضارة دلمون وحضارة اندس بالي او واضي اندس وتمتد في جذور التاريخ وبعلاقات انسانية وتجارية قديمة جدا اليوم نحن نبني على تلك العلاقات ونتمنى من ان تكون العلاقات بيننا وبين الهند التجارية اقوى من ما هي عليه الآن باستنادا لهذه العلاقات المتميزة بين البحرين والهند حكومة وشعبا كيرلا بالذات صارت المنطقة المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الحديثة جامعاتهم قوية جدا الشركات اللي صنعوها هناك او حتى الشركات الامريكية ابتدت تفتح لها فروع بألاف الأشخاص عندهم يشتغلون في كيرلا يقدمون خدمات من كيرلا حق العالم كله في الكفة الاخرى فقد استعرض المنتدى مزايا القوى العاملة الكفأة بمملكة البحرين والتي تشكل خيارا استراتيجيا جاذبا للاستثمارات إلى جانب كونها بوابة مثالية للعمل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة نحن كقطاع خاص نرحب بهذه اللقاءات ونتمنى أن تثمر هذه اللقاءات ومثل هذا المنتدى إلى خلق نوع من الشراكة الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند لصالح جميع الأطقاف نحب أن نشوف رجال أعمال وسيدات أعمال من الهند والبحرينيين اللي تقون مع بعض هذا اليوم بهدف شراكات استراتيجية وشراكات تجارية نتمنى أن ننفذ الخطط الاستراتيجية الموجودة حق 2030 وهذا هدفنا وإن شاء الله نحقق هالأدف عملنا شراكة معهم شراكة بين البحرين وكيرلا بالهند وفتاحنا في سنة 2004 مركز الكمز الطبي شراكة وتوسعنا كثيرا وآخر شيء فتحنا رويا البحرين الهوسبيتال فعاليات وبرامج استثمارية مختلفة تسعى المملكة في إبرازها من أجل التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الانتاج النفطي الذي يمر بمتغيرات عديدة علاقات غنية بين الجانبين تثري الساحة الاقتصادية في المملكة يغذيها هذا المؤتمر بمزيد من التعاون المشترك لتلفزيون البحرين صالح يوسف